طيب أنا صراحة أذكر مقولة للراحل استكشف فالح الدوسري كان يقول أنت مثل الكتاب يقول غلاف ممتاز ومن داخل فاضي أنا أول مرة أرى عمادة ربما الغلاف متوسط دخولية عادية حلوة خروجية عادية لكن المحتوى جميل جميل و شو محتوى لكي يلده نظافة هل تعلم أن ريحة كلوريكس من ثلاثة كيلو خلف كلوريكس للقناة أشغلنا بكلوريكس الانتاج زعله زعله من النظام ومطبيعي كمية النظافة نصف ملابسهم عليها كلوريكس في سخة الوان يا شبابي شفي كمية كلور هي عمادة تنظيف نحطه عشان يسلمون منتج بعد عشرة أيام كان يضبط الدنيا ونظف الدنيا تنظيف وإهتمام ما الذي قدمه؟ تنظيف أنا لديه لديه فقرات كل شيء ننظف كل شيء يبيض تنظيف هذا الواج مشكلتك عندك جميل عندك جميلة تأذم كلوريكس طيب أنا أقول لك يا العمادة مع المعاوني فعلا كانوا يستهلون النقاط كاملة كانت عمادة فعلا تستاهل ضردات كاملة الدخولية فعلا كانت دخولية ما هي شيء كبير لكن الدخولية بالنسبة لي كانت حلوة دخول صعيدي بالنسبة لكم عادي الدخولية بالنسبة لي جدا ممتازة طيب أنا أقول لك يا طب أخذوا أنا أشوفها جدا ممتازة أنا بالنسبة لي لكن وسط الأسبوع لا أنا أشوف لا لا كلوريكس كلوريكس عندك مشكلة مع النظافة لو شد حيلة غسل العشب لا أنا صادق عندك مشكلة مع النظافة علي بيضل الله ويتهتروا المشكلة أن الشباء الكثير يهتم بالدخولية وبعدين فضاوة وبعدين خلاص تسليم من عمادة لكن أحمد فراج المعاوني اللي كانوا معاوني بالعكس كانت دخولية على أقل أهتم بالدخولية بعدين نظافة وفخروجية لا والله لا في اهتمام وفي اهتمام بالصلاة وفي اهتمام بالفقرات و الليكوشينات يعني كلها الله يدنيس أننا نقول العمدة مفروض نسير مهتم بالصلاوات يعني قبله واضح أنه مرركوا يسير أنا عندي طلبين الطلبين شربها غرف المتسابقين أتمنى أن العمدة يهتم بها اهتمام عالي جدا صراحة لأن العداد يقولون ناوين يصورونها وستعرض من ضمن تقييم العمدة النقطة الثانية غرف المتسابقين النقطة الثانية أنا أريد أن أرفع مطالبة صراحة لبو سلطان أن يكافئ أحمد الفراج توافقون على الكس على الكريس علي مشكلتك في النظافة أنا أرى أحمد فراج السهل السهل زيادة أول ما طلعته قابت أحمد فراج قد أحمد فراج قد أحمد يظل وجهك العمدة يستاهل صراحة والله يستاهل يعني نرفع مطالبة من الرادار عشي يقولون نحن سبب حززيات نحن نطالب الآن بالنصاف نسعود نواف أنا ما طالب علي عندي مشكلة مع النظافة علي ينبسط إذا شف قروره طائحة لا أنا عن مشكلة جبن فيه بس وصح وجه يلمع وكذا بس مدري عن المحتوى الداخلي وكرا حبوب الله يسعدك نظيف أنا مدري عن داخل والبرة نظيف الغلاف أنت تكلم عن الآن الغلاف والمحتوى الغلاف عنده ممتاز الغلاف نظيف يا عالي أما ندعي عن محتوى سوى ضعيف سوى مسكين طيب أولا يأعطيكم العافية شباب عافية قبيض الله أعجب